حذرت لجنة الميزانيات من الأزمة المقبلة فيما يتعلق بسلم الأجور والمرتبات خاصة مع تصاعد أعداد الخرجين والمقبلين على سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة مما يزيد من ضغط باب الرواتب على الميزانية العامة للدولة اللجنة تنادي بحلول عملية منها وضع سقف للأجور والمرتبات في القطاع العام من خلال البديل الاستراتيجي أو قرارات ينظمها مجلس الخدمة المدنية وغير مرة حذرت اللجنة من إشكالية في التعاطي الحكومي مع باب الأجور والمرتبات ومخرجات التعليم المتوقعة خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة الأمر الذي يفرض طرح البديل الاستراتيجي لتوحيد الرواتب وردم الهوة بين الأجور في القطاع العام لجنة الميزانيات طرحت البديل الاستراتيجي كحل الارتفاع نسب التصرب الوظيفي نتيجة للتفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية للمهنة والشهادة نفسيهما وقد رأت الحكومة أن ما طرح يحقق العدالة ولكن هناك مراكز مالية وقانونية خصوصا في القطاع النفطي تحتاج إلى معالجة ومن المفترض أن تشرع اللجنة بمناقشة توصياتها بشأن ميزانيات السنة المالية السابقة مع الحكومة بعد تشكيلها والتي ستكون من ضمنها مراجعة الأجور والمرتبات وللقطوات الحكومية بهذا الشأن ومدى جديتها في حل هذه القضية لتنفذون المجلس طارق السهو